عقد القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق المؤتمر العلمي الرابع تحت عنوان التجديد في الدراسات الإسلامية وذلك بحضور عدد من الباحثين والعلماء والمفكرين البارزين حياكم الله أيها الإخوة جميعا المشايخ الأفاضل والأساتذة الكرام وضيوف المؤتمر وقبل ذلك المشايخ والأساتذة والإخوة الباحثين الذين شرفونا بالحضور والمشاركة في هذا المؤتمر تناول المؤتمر التجديد في الدراسات الإسلامية من جوانبه المتنوعة ومفاهيمه ومقاصده وضوابطه في وقت تعاني العلوم الشرعية من قلة الدارسين والمتبحرين فيها كذلك الحال عندنا مع علومنا الإسلامية من الحديث والفقه والكلام والتصوف فهي ذات قيمة كلها ذات قيمة لكن عند النزول إلى السوق نلاحظ أنها لا تجد راغبا بها يهدف المؤتمر إلى دعم الحركة العلمية التجديدية الصحيحة والحد من الانفلات في الدراسات الحديثة غير المراعية لمقاصد التجديد وضوابطه إضافة إلى بعث الصلاة الثقافية والعلمية بين علماء الأمة كلمة تجديد كلمة محبوبة يعني كلمة ليست مذمومة يعني نحن بحاجة إلى تجديد ليس اليوم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم التجديد بدأ واستمر يعني نحن اليوم بحاجة أكثر مما سبق إلى العودة للقرآن الكريم فهما تفسيرا وتأويلا ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في عصر يتصدى المغرضون لتجديد الدراسات الإسلامية ويقفون بوجه العناية بها دراسة وتطبيقا بل ويروجون لعدم الاكتراث بها والتقليل من أثر فوائدها على المجتمع الإسلامي لا سيما الكتب التراثية المؤلفة في هذه العلوم